بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف سيكون تأثير الزلزال على الاقتصاد التركي للاجابة عن هذا السؤال الهام كونوا معنا حتى النهاية نشرت صحيف الدنيا التركية تقريرا من اعداد اتحاد الشركات والاعمال التركي حول تداعيات الزلزال في كهرمان مارش على الاقتصاد التركي وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 ان تقرير اتحاد الشركات والاعمال التركي حمل عنوان حالة الكارثة لزلزال كهرمان مارش 2023 وقال ان التأثير المالي للزلزال قد يصل الى حوالي 84.1 مليار دولار حسب التقديرات ويتوقع هذا التقرير الذي يتضمن تنبؤات بالخسائر في الارواح والاضرار المالية من خلال اخذ بيانات زلزال مرمرة 1999 كمرجع ان تبلغ حصيلة قتلى زلزال كهرمان مارش ما يقارب 72 الف قتيل مع خسائر مالية قد تصل الى 84.1 مليار دولار الصادرات قد تنخفض الى اقل من 15 مليار دولار بالتوازي مع انخفاض مساهمة المدن التي ضربها الزلزال في الدخل القومي تشير التقديرات الى ان صادرات المدن العشر التي ضربها الزلزال قد تنخفض الى ما دون مستوى 15 مليار دولار نتيجة تدهور البنية التحتية للموانئ التي تدعم الصادرات وبينت الصحيفة ان التقرير تطرق الى اضرار البنية التحتية تحت سبع عناوين رئيسية حركة المرور والطرق رغم بيان المدرية العامة للطرق السريعة بتاريخ 8 شباط فبراير بانه لا يوجد طريق مغلق امام حركة المرور الا ان المشاكل مستمرة على طريق مطار هطاي وطريق هطاي الريحانية وحسب المعلومات والصور الميدانية من المفهوم ان طرق العديد من الاحياء والقرى غير مفتوحة للتنقل بسبب وقوع العديد من الانهيارات والتشققات على الطرق وخاصة طرق غازي عنتاب وهطاي وغازي عنتاب عثمانية واد يامان شليك خان واثناء اجراء الاصلاحات سيكون هناك اشغال اعادة تهيئة للطرق في بعض النقاط ثانيا الكهرباء وحسب التقرير تعرضت عدة محاولات كهربائية في الولايات المتضررة من الزلازل للتخريب وفي بعض المناطق تضررت شبك التوزيع الكهرباء بشكل كامل ويعتقد ان اعادة تشغيل مرافق المحاولات والشبكات قد تستغرق وقتا طويلا ورغم حل المشاكل في مرافق وخطوط نقل الطاقة الرئيسية لا تزال المشاكل مستمرة في اقسام التوزيع داخل المدينة في بعض المناطق ومراكز الولايات ثالثا خطوط الغاز الطبيعي وعند وقوع الزلزال حدثت انفجارات في خطوط انبيب الغاز الطبيعي وسرعان ما قطعت شركة انبيب النفط والغاز الطبيعي بوتاش التدفق الى غاز عنتاب وهطاي وكهرمان مراش وقد اعلنت الشركة عن حدوث اعطال وتصدعات في خطوط النقل الرئيسية وان الاضرار حدثت مرة اخرى مع الموجات الارتدادية للزلزال في الاماكن التي اجريت فيها الاصلاحات والان بدأت تدفقات الغاز الطبيعي بشكل جزئي ومراقب الى مراكز ولايات اديامان وغاز عنتاب وكهرمان مراش ويوم الجمعة الموافق 10 شباط فبراير عاد تدفق الغاز الطبيعي الى محطتي مركز مدينة هطاي ومنطقة كيرك خان رابعا خطوط النفط من اليوم الاول من الزلزال اوقفت شركة انبيب النفط والغاز الطبيعي تدفق النفط الى المحطات لتفقد المنشآت دون اكتشاف تسريبات او اضرار وقد استأنفت بوتاش تدفق النفط الخام الى محطة التصدير في ميناء جهان على ساحل البحر الابيض المتوسط في وقت متأخر من يوم الثلاثاء 7 فبراير شباط كما اكدت ادارة حكومة اقليم كردستان ان تدفق النفط مستمر ولم ينقطع خامسا الاتصالات على الرغم من ان خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لم تتوقف بشكل كامل في الولايات والمناطق الواقعة في منطقة الكارثة التي يبلغ عدد المشتريكين فيها 11.5 مليون مشترك الا ان هناك انقطاعات جدية في تلك المواقع ووفقا لبيان جمعية مشغل الاتصالات المتنقلة التي تضم في عضوياتها شركة ترك سلك وترك تيليكم وفودافون فان 2451 محطة قاعدية تضررت وقد تم ارسال 190 محطة متنقلة و3485 مولدا بشكل عاجل الى المنطقة من قبل المشغلين لتلبية احتياجات المنطقة من الاتصالات والطاقة سادسا المشافي ووفقا للتقرير فانه رغم عدم اعلان السلطات الرسمية عن عدد المستشفيات المدمرة الا ان المبنى امن مستشفى الدولة في ولاية اسكندرون الذي كان تقرير مقاومته للزلازل سلبيا في سنة 2012 قد تدمر بالكامل نتيجة الزلزال بالاضافة الى انهيار مستشفيين حكوميين في مقاطعة هطاي وتصدع العديد من المستشفيات الخاصة الاخرى سابعا المدارس وافاد التقرير بان وزارة التربية والتعليم اجلت موعد افتتاح جميع المدارس في 81 ولاية بعد عطلة الفصل الدراسي الاول ومن ثم اعلنت عن موعد افتتاح المدارس يوم الاثنين عشرين فبراير شباط الجاري واعلنت ان الطلاب الذين يدرسون في الولايات العشر التي تضررت من الزلزال سيتمكنون من الانتقال الى الولايات التي يريدونها في حين لم يتم بعد الاعلان عن المعلومات الرسمية حول عدد المدارس التي دمرت واشارت الصحيفة الى ان اتحاد الشركات والاعمال التركي قد ادرج توصياته بشأن التعافي الاقتصادي بعد الكارثة في تقريره وصلت الاضواء على اربع توصيات واشار في التوصيات الاولى الى وجوب اجراء تحليلات مفصلية فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي الكل وتحليل اجتماعي اقتصادي للاثار الاقتصادية لهذا الزلزال وهذه التحليلات سوف تساعد في وضع السياسات الصحيحة اما الثانية فيجب وضع اللوائح القانونية وقضايا حوكمة الشركات المتعلقة بالزلازل على جدول الاعمال واعطاء المؤسسات الفرصة نحو تخطيط افضل لمدينة مقاومة للزلازل وفي التوصية الثالثة شدد على ان يكون نهج التنمية الاقتصادي وفقا لأساس اقتصاد السوق في عمليات اعادة الاعمار والتأهيل الاقتصادي بعد الزلزال اما الرابعة فيجب ابرز النهج العلمي في دراسات مخاطر الزلازل المستقبلية ودراسات الاعداد الاقتصادي اذا تابعنا معكم كيف سيكون تأثير الزلزال على الاقتصاد التركي لا شك انها اثار اقتصادية هائلة تواجهها الدولة التركية الدولة التركية التي لم تتردد ولم تتوان في مد يد العون الى كل الدول التي كانت تعاني من فيضانات وسيول وزلازل وضركين وغيرها حول العالم او حرائق في الغابات تركيا والتي تحتاج الان الى من يقف معها من دول العالم من حكومات وشعوب ومن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني حتى تتعافى من هذه الكارثة الكبيرة هذه الكارثة كما تابعنا معكم تداعياتها تزيد عن ثمانين مليار دولار ميزانية ضخمة تحتاج الى تضافر الجهود في وقت يعاني العالم كله من ضائقة اقتصادية ومن ازمات طاحنة تضرب العالم ولكن على دول الخليج والدول التي اعطاها الله عز وجل الثروات والقدرات ان تقف مع تركيا في هذه المحنة الكبيرة متابعين الاعزاء في الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر